بسم الله الحمد لله السلام عليكم أهلا بكم أبناء الطلبة في مراجعة الصف الرابع الأسبوع الثالث لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات نتحدث فيها عن أهم النقاط التي نقشناها أثناء الأسبوع الثالث في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وهي تتحدث عن موضوع واحد وهو موضوع ماذا؟ فكر معي عزيز الطالب أحسن موضوع إدارة البريد الإلكتروني. تحدثنا عن مجموعة من الأسياء تتعلق البريد الإلكتروني كأحد أكبر طرق التواصل بين الأشخاص عبر الإنترنت ولنتحدث عن أهم الأهداف الدرس نريد أن نتعرف على مفهوم البريد الإلكتروني نريد أن نتعرف على تطبيق البريد الإلكتروني نريد أن نتعرف على أنواع رسالة البريد الإلكتروني مختلفة نريد أن نتعرف كيف نقرأ برسالة بريد إلكتروني نريد أن نتعرف كيف نرد على رسالة بريد إلكتروني كيف نعيد توجيه كيف نعيدها كيف نقوم بإرفاق الملفات فلنبدأ ونفتح البريد ما هو البريد الإلكتروني وهو الشيء الذي نريد أن نتحدث عنه البريد الإلكتروني هو أحد طرق التواصل الغير متزامن بين الأشخاص فلا تطلب أن يكون المرسل والمستقبل موجودون في نفس الوقت لكي ينجح باليمكن أن يوجده في أوقات مختلفة وبالتالي يعتبر البريد الإلكتروني وسيلة تواصل غير آنية لا تتطلب أن يوجد الاثنين في نفس الوقت غير متزامنة نتحدث على تطبيق البريد الإلكتروني يمكن فتح البريد الإلكتروني عبر الإنترنت أو عن طريق قائمة Start من قائمة Start اضغط حرف O وبعد حرف O اضغط Outlook Outlook هو البريد الإلكتروني هو برنامج يستخدم الفتح البريد الإلكتروني حين فتحه يطلب منك Outlook يقوم بالتحميل ثم يقوم بضغط على الإيه ضغط يطلب منك الاسم والباسورد ورقم السري اللي كي تبدأ عليه خلاص الطريقة الأخرى يمكن أن نفتحه عبر ماذا؟ يمكن أن نفتحه عبر البريد الإلكتروني سازر بمثل هذا الشكل فهذا هو البريد الإلكتروني ويستخدم لإرسال وسط قبال الرسالة المختلفة كنوع من التواصل بين الأشخاص الأشياء الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه وهو بعد أن تعرفنا على تطبيق البريد الإلكتروني نريد أن نتحدث عن شيء آخر وهو وهو أنواع الرسائل البيضي الإكتون المختلفة وهناك نوعين من رسائل البيضي الإكتون المختلفة هناك رسائل مرسلة ورسائل مستقبلة الرسائل المستقبلة توجد في صندوق الوارد أو ما يسمى الانبوكس فالانبوكس يستهدم لاستقبال الرسائل الجديدة فأي رسالة جديدة ستجدها هنا طيب إذا أردنا أن نفتح نريد أن نرسل رسالة جديدة كيف نفعل ذلك؟ نضغط New Message وهنا نضغط الشخص الذي نريد أن نرسل إليه واللي يكون أحمد الشعقاوي وهنا نكتب عنوان الرسالة تحية عنوان الرسالة واجب الإسبوع وبعدها نكتب هنا موضوع الرسالة السلام عليكم ثم الموضوع لدينا واجب ثم نهاية الرسالة تحياتي الطيبة ثم في النهاية نكتب كلمة إيه؟ نكتب كلمة نكتب كلمة التوقيع أحمد أستاذ أحمد إذن فالرسالة يجب أن تتقوم بمجموع من الأجزاء يجب أن تبدأ الرسالة بالتحية ثم موضوع الرسالة ثم الخاتمة وبعد النهاية ممكن أن نضغط زر Send وحين نضغط على الزر Send نكون بإرسالة إيه؟ رسالة البريد الإلكترونية الموضوع الآخر الموضوع الآخر الذي نريد أن نتحدث عنه وهو إذن هذا هو عنوان الوارد وهنا تظهر الرسالة ويمكننا فتح الرسالة هنا إذن تحدثنا عن ذلك ما شيء الذي نريد أن نحدث عنه وكيف نقرأ رسالة جديدة إذا أردت أن تقرأ رسالة جديدة ضع الضغط عليها في الموض ستجد أن الرسالة قد ظهرت هنا قد ظهرت هنا جهة الإيه جهة اليمين خلاص هكذا يمكننا أن نقرأ الرسالة ويتظهر جهة الإيه ويتظهر جهة اليمين التالي فلنتدرب يعتبر البريد الإلكتروني خدمة من خدمات الإنترنت إجابة صحيحة يمكنك إرسال البريد الإلكتروني لعديد من الأشخاص بدون الحاجة لكتاب النسخ متعددة إجابة صحيحة يتطلب استخدام البريد الإلكتروني لرد الفور على جميع الرسائل الواردة ليست إجابة صحيحة بل خطأ إذن تسمى خطأ فلنقش الشيء التالي كيف نرد على رسالة بريد إلكتروني إذا كان لدينا رسالة بريد إلكترونية مثل هذه ونريد أن نرد عليها فيمكن أن نضغط على reply reply أو الرد تكون بالرد على الرسالة البريد الإلكتروني فممكن أن أكتب شكرا وبهذا أكون قررت على الرسالة أما إذا أردت أن أرد على مجموعة من الأشخاص في نفس الوقت فيمكنني أن أضغط reply all وفي تلك الحالة سيرسل الشكر أو سترسل الرد إلى كل الأشخاص الذين رسلوا لي تلك الرسالة في حالة أن الرسالة قد أرسلت من أكثر من شخص الشيء التالي كيف نرد على رسالة إلكترونية جديدة قلنا فنرد كيف نعيد توجيه رسالة البريد الإلكتروني يمكننا إعادة التوجيه عن طريق زر forward فإذا ضغطنا زر forward فلنرجع إلى البريد الإلكتروني فإذا ضغطنا زر forward فيمكننا إرسالة رسالة إلى أشخاص المختلفين فممكن أن أكتب هنا أبو خالد أبو خالد ذي نريد أن نتحدث عنه وهو المرفقات فهنا كما ترى يمكننا أن نأخذ تلك الرسالة ثم نضغط forward وبعد أن نضغط forward يمكننا أن نرسلها إلى شخص آخر الشيء التالي ذي نريد أن نتحدث عنه وهو كيفية إرفاق المرفقات المرفقات هي عبارة عن ملفات قد يكون ملف فيديو أو ملف صوتي أو ملف نصي أو غيرها من الملفات نقوم بإرفاقها مع البريد الإلكتروني كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ يمكننا عن طريق علامة الدبوش فهذا هو إذا كانت تلك هي الرسالة وأريد أن أكتب رسالة رسالة جديدة يمكننا أن أكتب هنا العنوان مثل هذا وهنا الرسالة وفي الأسفل يمكننا أن نضع إيه؟ يمكننا أن نضع هنا موضوع الرسالة تحية طيبة طيبة ثم نضغط عنوان الرسالة تحية طيبة تحية طيبة ثم بعد ذلك يمكننا أن إيه؟ يمكننا أن نكتب هنا موضوع الرسالة وفي النهاية يمكن أن نضغط على زر الدابوس عند ضغط على زر الدابوس يمكن أن يفتح هذا الجهاز يمكن أن يخطيار أي شيء لإرفاقه وليكن صورة لمكتبة بيت الحكمة يمكنك أن تلاحظ زيد الطالب أن الصورة قد تم وضعها بجانب الرسالة استعداداً لرسالها وهذا ما يسمى بالمفقات تحدثنا عن ماذا؟ تحدثنا عن ماذا؟ ما هو البريد الإلكتروني؟ تحدثنا عن البريد الإلكتروني ما هو؟ وتحدثنا عن كيفية فتح تطبيق البريد الإلكتروني تحدثنا عن كيفية عمل رسالة جديدة تحدثنا عن إرسال الرسالة وغيرها من الأشياء هذا وبالله الطفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته